تعالى معايا أيضا الإسلام دين السماحة الإسلام دين السماحة ولذلك من السماحة أصلا بالنسبة لي أنظر لي العلاقة بين الخالق والمخلوق أهو أرى السماحة في عفو الله ومغفرته للمذنبين من عبادي وكفايا أنني جبتك دي شوف نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم أيضا وإني لغفار لمن تاك إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى آخير الحديث القدسي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني إيه بملء الأرض بزينة الأرض أو بقرابة زينة الأرض لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شوف ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة المهم يتيج على التوحيد ديجي على التوحيد شوف لو أتيتني بقراب الأرض بزينة الأرض مش القاهرة الأديمة ولا الجديدة ولا المنصورة ولا كذا لا الأرض لو أتيتني بقراب الأرض خطايا خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أيضا إنما أنظر أيضا في حلم الله على عبادي شوف الذنوب وشوف كيت شوف بتوع الرأس وبتوع الطبل والزمر والنفاق والكذب والتجليس وسرقة أموال الناس ومش كده بس وأخطر من ذلك أن يوضع الرجل في غير محلي بمعنى يعني لما سئله صلى الله عليه وسلم عن الساعة شوف قال إيه الأعرابي الذي يسأل متى تكون الساعة الآخر سيدنا أنا بقال له آه إذا وصد الأمر إلى غير أهله فارتقل الساعة وصد الأمر يعني الحرامي في مكان الأمين الحرامي يقال عنه الأمين وكيت وكيت والعياذ بالله اللي بسموه مش عايز بطال حقير الوقت يقال عنه الشريف الكيت الكيت الله اللي يتبوى الأماكن العالية وكيت ليسوا أهل الكفاءات بل النصابون المحتالون الكذابون الدجالون الدمويون الذين يأخذونها بكل الطرق الشمال ولذلك سيدنا النبي يقول إيه كما في الحديث الوارد عند الإمام أحمد في المستر وصحاول العلامة أحمد شاكر لا تذهب الدنيا حتى يصير نعيمها للوكع بن لوكع اللي هو الخبيث الواطي الرويبضة الحقير يعني الدنيا دي مش هتزول والناس اللي تبقى في آخر زمن تعبانة مش لها تأكلوا الشرفة وبيكدف عشان لأم تلعيش هتلاقي بقى الحقير الواطي اللي هو اللي احنا بسميه الرويبضة الخبيث الخسيس أهو اللي هو اللي بنسميه من حديثنا بن لوكع بن لوكع والعياذ بالله جل وعلا هو اللي متمتع بملذات الدنيا بالمناصب والأموال والقصور والفلل والأموال وكل شيء كل شيء ده النبي اللي قال كده ده النبي اللي قال كده خلي بالكم عاية جدا ورغم كده شوفوا حلم ربنا على هؤلاء ربنا حليم حليم يعني إن سبق الغضب والله ما كانوا على ظهر الأرض لكن الرحمة سبقت الغضب علهم يتوبوا فيه قدامهم أمله إن الناس تتراجع ما تراجعوش خلاص تعال بقى شوفها تقول لربنا أيوم والأيام طيب تعالوا أيضا ومن ذلك أيضا تيسير الشريعة عليهم وتخفيف التكاليف عنهم يا أخي انت مسافر آه عندك جمع وقاصر عندك جمع وقاصر للصلاة يا أخي انت داخل على الصيام آه مريض آه يا أخي لك أحكام بالنسبة للمريض ينقسم لك سمية المريض مرض لا يرجع بر آه لا خلاص يا أخي ما بتصومش خالص ولكن تفدي عن ذلك خلاص بده تطعم طيب المريض بقى طب ما يمتلكش كمان فلوس هو المريض مرض لا يرجع بر أو أو كهل كبير السن لا يرجع عودته إلى صحة أو شباب ومحلتوش حاجة قال ما احنا بنقوله خلاص مش هيصوم هيفتر وبعدين بعد كده ما احنا بنقوله هيطعم لا يسقط عنه كمان الإطعام مدام فئر لا يمتلك أي شيء أهو يبقى له صيام وليت واحد جيل حجه ونفسه يحجه بتاعه بس فئير يا أخي سقط عنك يا أخي سقط عنك فضل لن تسأل عنه بإذن الله جل وعلا الله ليه لأن الحج على من على من استطاع إليه سبيله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالة وعلى كل ضميري يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع ويذكروا اسم الله في أيام على ما رزقهم من بهيمة العام في كلوبنا واطمهم البائس الفقير ثم ليقضوا تفاتهم وليوفوا وليطفوا إلى آخر أنت فئير مش عليك ولن تسأل عنه ولن تحاسب عليه أنت مريض وجه الصيام والمرض محترم أنت مريض مرض يعني يرجى برؤه ولسه شباب إلى آخر هذه الأمور لك ليك الرخصة يا أخي افتر يا أخي وخلاص اقضي مكانه يوم إلى آخر هذه الأمور يعني الإسلام في رحمة رحمة في التكاليف والأحكام خلي بلكم عاية جدا طيب و حينما نظر في قول الله جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم بالله عليكم أنا عايز بس نسمعها بآذان القلوب قبل آذان الرؤوس يريد الله أن يخفف عنكم شفوا 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 التخفيف والتيصير والرحمة في دين الله جل وعلا لن تجد لن تجد أبدا لا عانت ولا مشقة ولا شيء من ذلك فهو دين الرحمة ما تجيش تقول لي بقى لا أعايز أن نغدد ونشيل ونعمل أصلي بساعة كده لا دنتا لشيطان وبك شيء طيب أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر والحديث كما قلت عند الإمام بخارف صحيح وبعدين يكفي إن عندك الدين نهى عن التشدد والتنطع ما عن دماش كلام ده ما عن دماش لا تشدد ولا تنطع ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه هلك المتنطعون ثلاثة هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون لا في لا تشدد ولا في تنطع في دين الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يشق على المسلمين ما فيش مشقة في الدين ما فيش مشقة ما فيش عنت ولا مشقة بل اللي يحدث المشقة النبي دعا عليه النبي دعا عليه أهو النبي يقول إيه اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم فشق عليهم فاشقق عليهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق بهم ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش كده بس وأمر بالتخفيف على المسلمين والنهي عن التفقيل في أمور الدين يعني لما راجل جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني يا رسول الله لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان أنا أتأخر بقى عن صلاة بتاع الغداء دي عشان فلان ما برحش أصلي وراء بقى ليه قال له مما يطيل بنا أصول بطول بنا أنا برحش صلاة الغداء دي عشان أشور فلان فلان ده بطول بنا يا رسول الله إني لأتأخر يعني مش بقى دافي وقت يا إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان ليه مما يطيل بنا شوف الرؤيل ايه قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط اشد غضبا غضبا وموعظة منه يوم ايدي ما كانش النبي غضبا غضب اكثر من اللي شفته في اليوم ده ولحتى في قوة الموعظة ما شفتش اكثر من كده وهو بيشدد على الناس اللي بتنفر الناس واللي بتطول على الناس رغم الأمر مش بالإطالة اللي احنا يعني ظننها لكن شوفوا الرحمة واذا يكسبنا النبي قال ايه في الموعظة قال يا ايها الناس ان منكم منفرين ان منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز فان منهم المريض والكبير وذا الحاجة يجي البعض كده ما يجي يصلي بالذات المغرب او العشة نحن الفجر يشغل بقى الداخلي والخارجي ومعهم الساون دي كمان اهلا انت بتشغل خارجي يا اخي ده حتى بالنسبة ويسع ومعه داخلي وخارجي يا اخي يعني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الاصل القرآن بامورك هو انك تكون بين البين ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تخلي صوتك جعوري اوي ولا تخلك يعني ضعيف خالص الناس ما تسمعش خليك وصل كده عشان يبقى القراءة فيها رحمة انه مدلاء ياه وفاتح وده انت معك يا اخي ساو انت ومعه الداخلي ومعه الخارجي وبتسعق كمان ليه اعايز او العياذ بالله انا بقولش الكل بعضهم ببقى رياء عايز الناس تتكلم عليه ولا وفاتح السامعات الخارجية عشان كده والنساء تقول ده كده والرجال يقول كده ده ااخل بقى مكانة اتماعية بعد كده يا عمي ديله كده على صلاة الترويح بعد كده يا عمي دعيفي كده بعد كده سفره يا عمي الى اخر هذه الامور ربنا يكفينا شر هؤلاء المهم فسدنا النبي قول ايه يا ايها الناس قول ذاك ما يجي يصلي بقى يطول وبعدين يسترجع في ايات العذاب ويجيبها تاني وبتعول ذاك انا صرح الله انا بروح في مساء كده جدا كأن اخر صورة ابراهيم الكل يشغل به الكل يشغل به وكده ونتنال لآيات العذاب يا الله يا الله يا الله ويعد ويروح ويعد ويسترجع ويعد ويسترجع ويقول لك ايه انت زعان من الصلاة انزعان من القرآن يا اخي ده قرآن يا اخي يا اخي مش كده ده ده صحابي يا هو قال للنبي اني لأتأخر عن الغداه من اجل فلان مما يطل بنا بطول بنا وانا بتأخر بقى يوم النبي يغضى غضب ليس مثل وده صحابي اللي كان بيصليه وصحابي وصحابي ايه ده صحابي جليل وعالم من علماء الصحاب الله ورغم ذلك يوم النبي يقول يا ايوان ناس ان منكم منفرين ما بلاك باب بتعلمين دول اللي هم على مواغزة الأمور معروفة مش الكل طبعا فيه ناس أفاضل خلق أسطو بس ما بيعملوش اللي حاجات دي خلق أسطو ان منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز فليتجوز فإن منهم المريض والكبير وذا الحاجة خفف خفف فإن منهم المريض والكبير وذا الحاجة أيضا يا جماعة زي ما قلتها لكم لأن اعتقد ان الوقت انتهى معنا من سمحة الإسلام التيسر في كل الأمور حتى بالنسبة لمن كان جاثلا وكان معادل الدين ومحارب الدين إلى آخر هذه الأمور وسيدنا النبي في حجة الوداع شوفوا إيه الخطبة تشمل كل شيء وكانوا افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل تخفيف طيب بالنسبة للناس بقى اللي هي كانت بتعارب الدين بتعاني الدين بص العمر بن العاص امدر يا لك فل أبايعك يا رسول الله النبي مدئيه أمدك قبض عمر بن العاص قال ما لك يا عمر انت في إيه ما لك يا عمر قال اشترت يا رسول الله قالت اشترت ماذا يعني اشترتك أنا عزر كل جن قال قال يا عمر اوما تعلم ان الاسلام يجب ما قبله خلاص الانسان مدام ما كانش مسلم وعمل 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 اول ما بيأسلم الاسلام يجب يمسح يمحو ما قبله والهجرة ايضا كذلك والحج كذلك واذا كسرنا نقول من حج فلم يرفض ولم يفسق راجع كيوم ولدته وفيما راجع من ذنوب كيوم ولدته ام يا جماعة لو عدت قبلكم الآيات والأحاديث لو عدت قبلكم الأدلة الكثيرة جدا ما هيا انت ولا الوقت يكفي على الاطلاق لكن سبحان الله وقت فادينا له محتاج اللي بقولوا عنهم تنوريين الجهلة ولا محتاج المواغزة اللي بيقوا بدعم خارجي ولا بدعم داخلي ولا محتاج اللي عايزين يشغلوهم في الأمور الدي ولا محتاج والعياذ بالله الجل وعلا اللي في قلوبهم مرض والأصل عندهم تشكيك الناس في دي يعيش اشتركوا في القناة